استقبل رئيس والجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواك شوط سيد محمد سالم ول السالك وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الصحراوي بخامة السيد إبراهيم غالي وبعد اللقاء أدلى الوزير الصحراوي لوسائل الإعلام الرسمية بتصريح قال فيه إنه سلم رسالة من الرئيس الصحراوي تتعلق بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية عمد الشيخ الغزواني على استقباله لقد سلمت رسالة من أخيه الرئيس إبراهيم غالي تتعلق بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية الجمهورية الصحراوية تعتقد أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لها دور في السلام والاستقرار في المنطقة والجمهورية الصحراوية تعمل من أجل استثباب السلام على أساس العدالة وعلى أساس احترام الحدود ومن أجل الإخاء والتعاون بين الشعب المنطقة الجمهورية الصحراوية والجمهورية السلامية بلدان يقطنمها شعب واحد نحن نمكن للشعب الموريتاني الشقيق الكثير من الاحترام والتقدير ونصبه إلى تعاون فعال من أجل السلام ومن أجل التنمية في المنطقة صدق مجلس